دي انا اي مساء الخير انتظر العالم تطورات ملف التحقيق مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمعرفة ما اذا كان في اي تعاون بينه وبين موسكو قبل الانتخابات الرئيسية الامريكية البعض راهن على ايدانة ترامب البعض الاخر راهن على برائة ترامب وبالحالتان النتائج السياسية ابدا منا بسيطة بعد مولر ترامب بريء لم يتواطأ مع الروس في الانتخابات ولم يعطل العدل بعد تحقيقات استمرت نحو عامين وزير العدل الامريكي وليوم بار اعلن ان تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2016 اثبت ان الرئيس ترامب وحملته الانتخابية لم يتواطأ مع الروس التحقيقات اثبتت عدم تورط ترامب في اي تعاون مع الروس في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ترامب احتفل بنتائج تقرير مولر باعتبار انتصار شخصي له وهزيمة مؤكدة للديمقراطيين ولكن الفرحة ما تمت صحيح ضمت من مولر الا انه وجد نفسه امام محكمة جديدة وعضية جديدة الحثيون يبدأون محاكمة ترامب بتهمة اغتيال صالح الصماد الحثيون يبدأون محاكمة ترامب بتهمة اغتيال الصماد و61 متهما اخر بتهمة قتل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى السابق صالح الصماد ان محكمة بالحديدة عقدت جلسة لمحاكمة المتهمين باغتيال الصماد بينهم 47 متهما أجنبيا أولهم دونالد ترامب وقالت إن المتهمين الأجانب فارون من العدالة رح تترحم عمولار يا ترامب ها قد مني ها شقة شقة وحدة ببرج من أبراجك بصعدة ما رح تقدر تستفيد منها كل أموالك بمصرف صعدة المركزة ستجمد ولو طلع براسك ريش ما في تأشيرة على اليمن لو شو ما عملته أما القاط بدك تشوف من وين بدك تجيبه دبر حالة خي هيدا اليمن يا حبيبي يمن سماحت السيد القائد مني نصر الله عبد الملك الحوثي مش مولر وما مولر وحكي فاضي ومش محكمة الجنيات ده أبدا بارح ترامب هاجم محكمة الجنيات الدولية وهددها برد سريع وقوي في حال اتخذت أي إجراء يستهدف أمريكا أو إسرائيل أو أي حدا من حلفاء واشنطن هيدا المحاكم فيك تتمرجل عليها بس محور المقاومة وعدالته لك بالمرصاد المتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضية النيل من هيبة الدولة السورية والمدعين هم محامون سوريون فرع نقابة حلب أصدر محامون من حلب وثيقة دعوة محلية صادرة من نقابتهم تضع الرئيس الأمريكي موضع الاتهام لسلخه مرتفعات الجولان السوري واعترافه بسيادة إسرائيل عليها المحامون طالب المدعي العام تنصيبهم مدعين بشكل شخصي بحق ترامب لتحريك الدعوة وإنزال أشد أنواع العقاب القانوني بحق المتهمة الوثيقة تضمنت أيضا مطالبة ترامب بدفع تعويض مادي ومعنوي وإلزامه بدفع رسوم الدعوة ومصارفها مسكين شو بده يلحق لا يلحق دعوة حوثية دعوة أسادية ومش بس محكمة بسوريا انتبه كمان ترامب رح يدفع تكاليف الدعوة انت أكيد انه ده مش يعني محامي نصاب بس مهتم بتكاليف الدعوة لو أحلى شيء تهمي فقعتنا بحك التهمي النايل من هيبة الدولة السورية هيبة الرئيس اللي قال له بوتر انطرني ورا لخلص كلمة برجع بشوفك او هيبة الدولة اللي يشحن رئيسة بطيارة شحن للقاء رئيس هون او مسؤول هون مافهمين بس هايدي الهيبة الكبيرة العظيمة كانت سبب رفع الدعوة على ترامب بعد اعتباره الجولان جزء من اسرائيل لك والسوريين ما سكتوا ابدا حلفاء ما سكتوا اهم شيء الحلفاء بيقول قائد القوات البرية بالجيش الايراني كيوميرف حيدري طاردنا الاعداء حتى مرتفعات الجولان بعدين يبدو ما كان عنده دوليب مجهزة بجنازير عشان يطلع لانه بس وصل عند الجولان ووقف طاردهم لهني بعدين بيقول سنصعد الجولان قريبا وننزل الكيان الصهيوني عنه عنه فيه كيان حطينه فوقه وطلع ينزله هذا كله وفقا لوكالة انباء فارس الايراني هذا الحكي بعد ادراج واشنطن للحرس الثوري على لائحة الارهاب قال شو رح يطلعوا الايرانيين يعربشوا على الجولان يفكوا الاحتلال ونزلوه قال لو سننزل الاحتلال لكن حقيقة بدأت الاختبارات الفعلية بدأت مرحلة مثلا قياس الصوت وقياس المسافات لهذه المهمة الجبارة يا رفيق حسان صباح الخير صباح النصر لكم لكل اهالي الجولان العزيز انتو مانع على هوا الاخبارية السورية طمنونا عنكم رانين مغناطيسي عم بيقيسوا بالصوت شو المعدات المطلوبة قد يطلع زلم يطالع تيفك الاحتلال ونزله شو قليلي هاي استراتيجيات جديدة بالمواجهة وهدي كل ادلة بتتقدم للمحكمة بعدين اذا الصوت وصل بسرعة معينة فهذا يثبت انه جولان سورية وقرار ترامب باطل بيكلها بالدعوة لعب على التقيل ما فيه لعب بعدين يعني اشتغلوا على تطوير الادلة مش انه هاك حسن فخر الدين وعدني بانه سيكون لنا اتصال على الهواء وهو الان معي على الهواء مباشرة من ذلك وضعت موبايلي جانبي رفيق حسن اهلا وسهلا فيك انت معنا مباشرة على هواء الاخبارية من مجدى الشم نعم مدى مربعا اهلا وسهلا فيك انا سعيدة جدا جدا لهذا التواصل اللي بيصير اول مرة يعني سعيدة بتواصلك سعيدة بحرصك بانه نسمعك على الاخبارية السورية وتكون ضيفنا ولو بهيك ظروف فاهلا وسهلا فيك يا رفيق تقنيات جديدة هيدا بيسموه دليل الاتصالات تسمعوا دايما بشي اسموه دليل الاتصالات هيدا هو حكيت وحطيتو على الميكرو لقوا بما انه حسن اتصل بالموزيع على الهواء مباشرة وسمعنا صوته على الميكرو فهيدا دليل اضافي سيضم الى ملف الدعوة السورية دليل الاتصالات هلأ رح تسألوني وإن المنطق وشو علقت انه حسن تلفن بالدعوة وترامب وشو عرفني ما بحر لخبر الدعوة الاسادية والحوصية من الاساس في شيء منطقي إلى اللقاء اشتركوا في القناة